أين يسعى العديد من التلاميذ المطرودين للعودة لمقاعدهم بعد أن تم فصلهم من مؤسستهم نتابع في تقلها جزليلف هم تلاميذ فصلوا من الدراسة إما بسبب سنهم الذي تجاوز الستة عشر وبسبب غياباتهم في الفصل الثالث أو حتى سلوكهم الذي لا يتمشأوا نظام الداخلي للمؤسسة اليوم وبعد مرور أزد من شهر على بداية موسم دراسي العشرات من التلاميذ المطرودين يطالبون بالعودة إلى مقاعد الدراسة 51 تلميذ ضائعين ذوك أنا في الشارع الطايش ومكانش لي مكانش حاجة خلاتهم يخرجونها دارون أسباب يعني غير منطيقية مكانش من هذه الأسباب طول طول كثرت الغيابات وديك مكانش منها ديج الفصل الأول شهر الأول وشهر الثاني أقسم بالله لزيد ومركاء والغياب نحن يدوك نش طالبون طالبون هادو نرجع نقراه 51 تلميذ ما عندوش يونيروح نروح للشارع الشارع من الحمش هذا وش نحاوسون نرجع بورا نحن يرانا في 51 تلميذ ماذا بينا ترجعون نقراه مصيرنا مش الشارع مصيرنا لقراه بعبارة رحم اليوم هم غدا نحن ما تبقوا عنا نحن ما رحم يتبقوا عنا مهم ماذا بيكم ترجعون نقراه الولاد هادو حبوا يقراه مطالبين حتى حاجة ما مطالبين ما خير يقراه ولا ينحل بلا صخروا للشارع ديروا ولا حواجة نقولنا لم ما نشاتين هذه الحواجة يقولنا لم يولد ذكذا اليوم عندهم يومين هم محتاجين وزارة التربية وضعت بروتوكول خاص بتنظيم عملية إعادة السنة وملفات المفصولين موجودة على طاولة مديريات التربية للفصل فيها لهذا السبب دلنا لجنة ونكون حسب البروتوكول من مدارع الطور لدراسة التعون يوم تسعة ويستتم الفصل فيها نيائية بعد يوم مباشرة بعد دراسة التعون تعطع نتائج عبر المؤسسات لأولياء التلاميذ هناك سلوك هناك المعدل هناك ثاني لإمكانية الإعادة من يوم الغد إن شاء الله سنقوم بإحصاء كل تلاميذ على مسؤول المؤسسات ثم دراستها لهؤلاء المفصولين فرصة العودة إلى مقاعدهم في حال ما إذا توفرت فيهم الشروط الموضحة في بروتوكول وزارة التربية إلا أن مشير الاكتظاذ بالأقسام الدراسية يقلل من نسبة عودتهم إلى صفوف الدراسة للحديث عن موضوع سعد ترجمة نانسي قنقر